إن أنا لو خسرت جولة أو خسرت مثلاً لو أنا بلعب رياضة وخسرت بطولة إن أنا ما بزلتش مجهود إن أنا ما تعبتش وشقيت عشان أوصل للليفل ده ليفل الوحشة اللي خلاص بطولة النهائية لأن أنا ممكن أكون تعبانة طول السنة وإبني مثلاً اللي هو في البطولة ده تعبان وشقيان وإنتمش متخيلين التمارين اللي بيبقى فيها أي رياضي كل يوم ساعة 6 الصبح ويروح يتمرن 4-5 ساعات وتاني يوم معرفش 7-8 ساعات ولما بيكون فيه بطولة بيبقى قايم نايم في النادي عشان بيتمرنوا مجهود جبار عمر ما حد بيشوفه غير اللي بيلعب الرياضة وأهله والكابتن اللي بيدرب فبينلاقي مثلاً حد رياضي جداً وناجح جداً في حياته وعمل مجهود يحسد عليه وماكسبش البطولة فجأة إحنا بقينا في مجتمع هجوم كبير جداً على الشخص ده أو على الرياضي ده أو على البطل ده وينسوا كل المجهود اللي عملوا إنه عشان يوصل إن انتوا تشوفوه في الفاينال في النهائيات هجوم غريب وغير مبرر من مجتمع المفروض إن احنا بنحب بعض وبنحس ببعض وبنسنت بعض بس من الأسف احنا حتى لو احنا بنتفرج حتى على مطش الكورة تلاقينا سيبنا كل المجهود الجبار اللي عامله المنتخب ولي 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 ولو اللعيب كورة ما دخلش الجول اللي أنا عايزة تلاقي بقى كله بيشتم فيه وكله هجوم عليه على السوشيال ميديا وإنت بتعمل إيه في الفريق وإنت لازم تتغير لكن لو المطش البعدي جاب جون ياه يطلعوا سابع السماء وإحنا ما عندناش غير فلان وهو اللي شايل الفريق أبيض أبيض أسود أسود إحنا ماشيين كده إيه يعني سياسة القطيع ياخد البطولة يبقى ما حصلش ربنا موفقوش ولا تعب فجأة ولا ولا ما نعرفش ظروفه إيه لا يبقى هو ما ينفعش خالص حاجة غريبة بجد يعني لازم برضو نقدر ولازم نحس بالناس هو بمجودها اللي هم عاملينه يمكن ما ينفعش الغلط ولا ما خدش البطولة يبقى إحنا نموته نحط له السكينة على رقابته إنت ما عملتش حاجة تعارفين ده كم الطاقة السلبية اللي البطل أو الراضي ده بيشوفه على السوشيال ميديا كل الناس عملها تشتن فيه ليه؟ هو عمل إيه لده كله؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة إزاي نتغلب على أي طاقة سلبية بتتصدر لنا يعني حد بيشتن فيه وطبعا إحنا كلنا كل الشخصيات العامة بما فيهم أنا لو أنا نزلت بوست مش عاجب الناس أنا بتشتم عادي يعني لو أنا لبست لبس مش عاجب شوية بعض السيدات أنا بتشتم عادي مع أن قابليها أنت عاملة حلقة جامدة جدا وانت أحسن مزيع في مصر لكن تاني بوست عادي بتشتم مش عاجبها الأوتفيت اللي أنا لبساه مش عاجبها كلامي مثلا فدي بالنسبة لها هي ما تعرفش قد إيه كلمتين دول ممكن يقزوني نفسيا ويقزوا ولادي ويخلوني مكتئبة ومتضيئة وممكن مش تغلش تاني وممكن ما عملش الحاجة الكويسة اللي أنا كنت بعمله فإزاي نتغلب على الطاقة السلبية اللي بتتصدر لنا وإحنا لا حولة ولا قوة عادين في مكاننا كده وفجأة لاقي كلام كله يديني طاقة سلبية هيكون معانا في الحلقة النهاردة مدرب الحياة والعلاقات الأستاذ محمد عراقي